تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء من كل من الفريق أو الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني عبر فيها عن خالص التهاني والتبركات بهذه الثقة الملكية السامية سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وأن يمد سمو ولي العهد حفظه الله بعونه وتوفيقه لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار والرخاء لمملكة البحرين تحت القيادة الحكيمة لراعي مسيرة النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة